اشتركوا في القناة مركز الوضعي لمكافحة المخدرات أنه 300 ألف مدمن عن مخدرات موجودة في الجزائر وأكثر من مليون شخص يتعاطون مخدرات أنتما بداية كشباب كيف يجتكم فكرة لإنشاء هذا المركز لراحة نفسية بداية جتنا فكرة هذا المشروع نتيجة الواقع المر لتامسنا حيث أن نشفنا كثير من الشباب يعانون مشاكل نفسية في الوقت اللي ننتظر من شبابنا الإنتاج والإبداع نلقى شبابنا محبط ويائس وقفة المخدرات راح تدينا خيرة الشباب بتاعنا هذا هو الدوافع اللي خلتنا نطلقوها هذه الفكرة قممنا أننا نكونوا جزء من الحل وأننا نساهموا باش ننقلوا من هذه الظاهرة باش نفتحوا مجالات للأمل للشباب وعلى هذا الأساس جاءت هذه الفكرة أنتم في هذا المشروع مجموعة من الشباب مجموعة من الجمعيات أيضا فيه شخصيات معروفة تحدثنا كثيرا عن أجواء تحضير هذا المشروع نحن في هذا المشروع تقريبا حاولنا أننا نستهدف كل أطياف المجتمع أنه مشروع ضخم وكما قالونا المختصين حطينا يدنا على الجرح حبينا الجميع يشاركوا في هذا المشروع الكبير والمشروع النابيض للمشروع النابيض للأجواء نما نتكلم عن الأجواء والشباب اللي معانا والمختصين اللي معانا والمشاهر اللي معانا والنس اللي معانا كلهم متحمسين وكلهم عندهم قابلية كبيرة باش يشوفوا هذا المشروع على أرض الواقع نروح نتكلموا على هذا المشروع اخترتوا ولاية المدية على ما أظن لإنشاء هذا المركز نعرفوا أنه أي مركز وإنشاء لجانب مادي لإنشائه كيف سوف تتمكنون من توفير هذا الجانب المادي لإنشاء هذا المشروع وأيضا ما هي الجانب اللوجيستي الجانب التقني معانا الجانب الأسرة كم عدد سوف يستقبل هذا المركز فيما يخص هذا الجانب يعني إحنا كي أطلقنا هذا المشروع درنا للدراسة اشاركنا معانا النخطصين اشاركنا معانا الخبارة قلنا باللي هذا المشروع و هذا النوع من الخدمات لازم تتوفر ولما درنا دراسة بحثنا أهم شي اللي درناها في الحسبان هو الجانب تمويل تعال مشروع وضع خطة تمويل تعال مشروع اللي هي أنه مستدفين شركات خاصة مستدفين رجال أعمال وكذلك عدنا نشاطات خاصة بنا مما داخل نشاطات هذه تروح لتمويل المشروع انطلقنا في هذه الأعمالية تصلنا برجال أعمال تصلنا بجهات رسمية تصلنا بشركات تبدو استعداد وقابلية كبيرة باش يكونوا شركاء ويساهموا في هذا المشروع ورانا الآن معاهم باش نكملوا معاهم الإجراءات وهذا المركز سوف يستقبل مع العدد الأسرة اللي يمكن يستقبلها هذا المركز أنت تكلمنا أكثر عن خصوصيات المركز هذا المركز هو عبارة عن مركب سياحي صحي وهو مزيج ما بين مرافق طرفية تسلية ومرافق العلاج الصحي النفسي يحتوي على مسبح وقاعتين للرياضة وملعب كرة قدم وملعب كرة تنس وقاعة دايك ومصاج ويحتوي على مساحات خضراء ويحتوي على غرف 60 غرفة لتستوعب 120 سرير وكل غرفة راح تكون فيها كما المرة في الغرف اللي في الفناتق لأنه المركز راح يكون أربعة وخمس نجوم فيه كذلك مطعم فيه مقايا كل الخدمات راح يلقاهم الإنسان أو الشاب اللي راح يستفيد من خدمات لهذا المركز وراح ننزوه لمستوى عالي من الجودة والإحترافية وكذلك راح نرعه الجانب الترفيه والتسلية يعني لما الإنسان يدخل لهذا المركز راح يصيب راحته وراح يقوم المركز مهمته على أكمل وجه المركز هذا هو الأول من نوعه على مستوى إفريقيا هذه هي السمو الآن رانا تقريبا رانا نوصله في الدراسات حبينا نستعجلوش الأمر لأن المشروع راح للسعف في بداية 12 جنفير وش حيكون هتكون وضع حجر الأساس أم هتكون بداية الأشغال أم في تمويل اللي احنا في استراتيجية المشروع نشتغله لعدة أشياء نشتغله على الاحترافية ونشتغله على التسويق على المشروع على التمويل وعلى المستقية وعلى الاستمرارية من بين الإجراءات المستقية وعلى المشروع لأنه تكلفة المشروع هي 120 مليار سنتيم راح نطلق الحملة الأولى لتمويل المشروع الهدف منها هي جمع 10 مليار سنتيم لهذا المشروع وخلطنا نعلنو عن انطلاق الحملة باش نجمعو 10 مليار سنتيم يعني وبعد جمع هذا المبلغ نبدأ في إنجاز المرحلة الأولى نتع المشروع من بعدها لما الشراكة والناس اللي معانا يشوفوا بأنه الأمر والجدي وأنه الناس بدينا نشتغلوا راح تكون كاينة استمرارية الهدف راح تكون حفلة 12 جنوبيع في قاعة الأطلس إن شاء الله الهدف منها هو جمع 10 مليار سنتيم لهذا المشروع كيف حتكون الجانب الحفلات والجانب تمويل شركات وربما رجال الأعمال ما هي الأمور الثانية اللي تخمو بها أيضا لجمع الجانب المادي لإنشاء المشروع ربما كان حملة السمس اللي راح نقوم بها ربما راح نستغلوا كذلك بعض المناسبات من بينها رمضان من بينها نهاية السنة اللي راح ننضموا نشاطات خاصة بهذه المناسبات حتى هذه الطفولة دير للبرنامج وما داخل هذه النشاطات تروح لتمويل المشروع ولو أنه النشاطات هذه الهدف منها ترويجي أكثر من أنه مادي لأنه كما قلت من قبل عبينا أنه يكون مشروع كل الجزائريين لازم جزائريين قاعد يسهموا فيه باش تكون هذه القيمة تعد تضامن تعد تعاون تعد أزور ما بين جزائريين وبأنه إحنا كمجتمع جزائري مجتمع يعني آسيل نقدر أننا ننزع أشياء لممكن أنها تساهم في تطوير هذا المجتمع هذا من بين أهم الرسالات لكن أنتم تقوموا بهذا المشروع على أي أساس على أساس جمعية ولا على أساس مؤسسة ولا أي أساس المشروع هذا غير ربحي يعني الأساس اللي رانا نقوم به أكيد أكيد عدنا جمعية ومعنا عدة جمعيات لمنخطف هذا المشروع تعمل على تحديد الحدود تتعكم وكيفاش تتلقوا الأموال لازم يكون عمل لبعض الشفافية قليح دراهم يدير في بالو ورهم رايحين دراهم هادوما أكيد أنا في الجانب هذا راح نشتغله بشكل قانوني مئة بالمئة وهذا الجانب اللي راح يراقب الحسابات كذلك معنا صفراء المشروع اللي من بينهم حافظ دراجي بهيا رجدي صالح أقرود لطفيدو بلتانو من الممثلين ومن رجال إعلام من كل أطيف لأنه حبينا المشروع يتلتقي فيه كل أطيف وهذا الصفراء العقود اللي مبرمة معهم أنهم يكونوا صفراء المشروع أننا عطيناهم الحق معرفة مصير الأموال لنتلقوها وينطرح هذه الأموال يعني والجانب القانوني أكيد راح يكون تنسيق كبير مع الجهات الرسمية بخصوص الجهات الرسمية كفاك تعملوا مع الجهات الرسمية هل في مساعدات هل في تسهيلات وأيضا ما الذي تنتظروه من الجهات الرسمية من الوزارات والمدريات الآن أنا في تواصل دائم مع ولاية المدية والمشروع يتابع فيه ولي ولاية المدية شخصيا كذلك مع مديرية السحاب وولاية المدية ورانا في تواصل مع وزارة الشباب والرياضة عدنا استعداد أننا نمشوا معهم بعيد في هذا المشروع وهم أبدوا استعداد كبير بش يساهموا بالعكس أعطونا كل تسهيلات لأنه مؤخرا قمنا بزيارة الأرضية كانت تحت إشراف ومتابعة سيد والي ولاية المدية أعطونا كل تسهيلات اللي كنا ننتظرها منهم وقدمونا وعود جادة بأنهم راح يتابعوا ويكونوا معنا في هذا المشروع أنهم يقدمونا كل الدعم اللي نحتاجه في البداية ممكن نحن بحاجة أكيد بشكل كبير لتسهيلات إدارية يعني الجانب المادة لحد الآن أنا مغطيين جزء منه إلى غاية الآن نحن نتحدث عن المحتوي أي الهياكل القاعدية البناء لكن ليتحدث بعض الشيء على المحتوى وش راح يكون فيه اللي راح يكون فيه أطباء مختصين وخاصة أنه نعرف أنه عندنا عدة حالات من الذين يعانون من الإدمان على المخدرات أو آفات أخرى كيفاش راح تجبدو هاد الناس اللي عندكم؟ كيفاش راح نجبدوه أولا إحنا المشروع درنا على شكل ترفيه وتسلية يعني لما العنوان الكبير الأسمة التاعه مركزه راحها نفسي أي إنسان يسمع الأسم هذا راح يرتاح له وراح يطمئن لهذا المركز ركزنا كذلك على الجانب ترفيه وتسلية عليها درنا درنا المسباح درنا قاعة رياضة درنا مرافق ترفيه وتسلية درنا ديك والمصاج ركزنا على المساحة الخضراء ركزنا مركزين حتى على الجانب الجمالي للمركز هذا الشيء ممكن ما كانش من قبل في الجزائر هذا النوع من المراكز يتكون فيه الجانب الترفيهي عنده دور مهم والجانب الرياضي عنده دور مهم أكثر من الجانب العلاجي ممكن نشوف مستشفيات تلقاها مجرد أسرة ويجي تبيعال جو إحنا ركزنا لهذا الجانب عفوا من الجانب المؤطرين لماذكر مستفى الجانب الأخصائيين والأطباء هل فيه معايير معينة لهذه الأطباء أم فيه تكوينات لهذه الأطباء اللي حيأخذوا اللي حيعالجون الأشخاص المصابين بالاكتئاب مثلا وبالمشاكل النفسية في العمل التاعنا ممكن إحنا مقسمين العمل التاعنا الشباب دور تاعهم تنفيذي في هذا المشروع يعني إحنا الأساس تاعنا تمويل التنفيذي أننا نجيبوا الأموال حتى كيوبنا المركز هنا يخلاص المرحلة الأولى ومعنا كذلك مختصين المختصين هذو هم اللي راح يشتغلوا على دراسة واللي راح يشرف عليهم على هذه الدراسة هو الدكتور أثمان اللي يخلف عنده عشرين سنة خبرة في هذا الميدان واشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية والآن راح رأيس جامعة قسم علم النفس قطر الدكتور هو اللي راح يدرنا البرنامج التكويني لهذه الأخصائيين وهذه المختصين الأخصائيين والمختصين اللي راح يشرفوا على هذه الحالات اللي راح تستقبل كيفاش ممكن أنهم يتكفلوا بهذه الحالات كيفاش أنهم يكونوا أن تكون أكبر فعالية ممكنة في هذا المشروع حتى المختصين اللي عنا ما عندهمش خبرة كبيرة في هذا المجال راح يكون كين برنامج التكويني خاص بالمؤطلين هل استفدتوا مثلا من تجارب دول أخرى في هذا المشروع دول أوروبية اللي متقدمة في مجال الرحة النفسية وإعادة الإدماء أكيد دكتور أتمان الخلف ربما هو خبرة جزائرية ممكن اشتغلت كثيرا في أوروبا الآن التجربة اللي خضيناها كثير بعين اعتبار اللي قريبة من المشروع تعنا هي مستشفى 57-53 سبعة وخمسين في مصر لعلاج السلطان هذا المستشفى مبما ثاني فكرة صغيرة انطلقت الليبونية فقط من تبرعات الناس من تبرعات مساهمة الناس الآن يفتخروا به كما يفتخروا بالأهرامات لأنهم كل المصريين ساهموا فيه تكلفة تعلق المشروع تاعه 600 مليار سنتين بالدرهم تاعه انجزوه على مستوى عالي من الجودة والاحترافية وحتى خلت أنه الناس لما تزور مصر تروح للسيدة زينب باش تزور مستشفى 57-53 في الأخير ربما رسالة إلى المشاهدين اللي حبين يعاونكم كيفاش يوصلوا لكم وكيفاش يساهموا في هذا المشروع احنا في البداية لما أطلقنا المشروع وقالونا الناس بأنه فكرة كبيرة وصعب تجسيدها قلنا لهم احنا اهم مرجعي لنا في هذا المشروع هي الثورة الحريرية عربي بن مهدي قال لهم ارموا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب احنا كذلك في هذا المشروع قلنا بأننا نرموا الثورة للشارع يحتضنها المجتمع الجزائري ونقول المجتمع الجزائري هذا مشروعكم وأكيد رح ينجح بينا وبكم بإذن الله قبل أن نختم ياسين من فضلك هناك علاقات وطيدة بين ما يقوم به اللي عنده أفات مثل تلك المتعلقة بالمخدرات وأفات أخرى مثلا الطفلة اللي مات التربية يرحمها على حسب أخر الأخبار المعتدي عليها والقاتل هو من من يتناول المخدرات كيفاش انتم كمركز حالة صحية كيفاش تقدروا تجلبوا هذا للإنسان واللي غيروا باش تعالجوهم وتعاونوا الناس هادو باش الموحال باش نقسم هادو الأفات هي يقول لك يدوا هادو ما تسف ممكن احنا رح نعاونه على كل الأطياف اللي رح نتعاونه معه رح يكون عدنا برنامج تحسيسي إلى جانب برنامج العلاجي رح يكون عدنا برنامج تحسيسي وخاصة مع النجوم هذو اللي معنا أنا نحس بأهمية العلاج ونحس كذلك الوقاية لما نتكلم عن مركز الراحة نفسية ممكن رح يجي حالة نفسية هي مرشحة باش تكون مدمين يكونوا مدمين رح لما نعاجهم رح أنه نقدرون ننقضوهم من عالم الإدمان رح يكون برنامج تحسيسي كذلك اللي رح ندروله دراسة بأي شي يخذ حقه لأنه في أي شي ندروله لازم أنه يجيب أكبر فعالية ممكنة بهذا السيغال رح نحاول سماعي شاولي المدير التنفيذي لمشروع مركز الراحة النفسية شكرا لكم يعطيك صحة ياسين المربط يعطيك صحة نتلقى معك شكرا بعد قليل سنستقبل سعاد بولقناطر لجولة عبر الصحف الوطنية والدولية